دلوقتي ان شاء الله هنبتدي في الموديول الثامن اللي هو الاستراكتشورز او انا افضل ان انا سميه الكمبوزيت ديتا ايه ديتا تايبس واصلها الاستراكتشورز يعني استراكتشور باختصار هي ديتا تايب البروغرامر هو اللي بيعرفه معايا هو مكتوب كده هنا كلمة اجرجت تايب اجرجت يعني حاجة تجمعية بتجمع شوية حاجات طب ايه اللي احنا خدناه صوفار في السي تجميعي الاري الاري ما هي الا اجرجت ديتا طيب بجمع فيها elements من نفس الايه في النفس النوع فرق الاستراكتشورز عن الاري ان الاستراكتشورز تقدر تجمع فيها members او elements من انواع ايه من انواع مختلفة اشهر استخدام للستراكتشورز انها تمودل الوجيكس اللي موجودة في العالم الحقيقي وده السبب من احد الاسباب اللي بتخلي السي بيسموها ودي اصل السوفتوير ايه ديزاين او احد طرق بتاعت السوفتوير ديزاين يقول لك دايما ان ما تيجي تفكر في اي حاجة تكيب لها سوفتوير فكر فيها في صورة حاجتين لا من فيها الدياتا وشوية functions تقدر تمنبل بيها الدياتا دي امثلة للobject اللي انت ممكن تعمل لها modeling payroll حساب المرتبات او operating system task او حتى rectangle مرسوم على ايه على الشاشة كل ما كل ما تستخدم اكتر بيبقى البرنامج متقسم احسن ولما يتقري يتفهم ايه احسن تفتكروا كده البرنامج الكويس بيشتغل البرنامج الاحسن بيشتغل ويتفهم البرنامج الاحسن جدا بيشتغل ويتفهم ويبقى سهل نعدل ايه نعدل فيه اسم لو انا ما اجي عرف composite دي ده طيب لازم اعرف له اسم في الحقيقة لو هعرف variables على طول وانا بعرف composite data types ده اسم structure بيبقى ايه optional مش لازم يتحط بعد ما بعرف structure اقدر اكارية منها اي variables انا ايه انا عايزها طب زي الري لما بعناها initialization بحتاج initialize element by element نفس القصة في structure once in the structure اتعرفت لازم او كريدت منها variable الvariable ده بيتعمل له initialization انا بعدي على member member في ال structure وبعمل له ايه initialization لو استخدمت ال assignment operator ممكن ا copy structure ليه variable structure variable بس اخد بالي من حاجة اسمها الشالو ايه الشالو copy دي مشكلة ممكن تظهر في كتير من embedded ايه في embedded systems انصح الناس انها تدور ايه تدور عليها ده مثال ازاي بعرف structure بستخدم الكي وورد struct وبدل structure اسم في الحالة دي اسمه ايه employee جوه structure دي عندي 3 members اول member string character array اسمها name فيها meet character الممبر التاني اسمه pay من نوع double الممبر التالت اسمه depth من نوع ايه من نوع car بعد ما عرفت ال structure ابتدى كارية ايه variable فبندها كلمة struct اسم ال structure اللي هو employee كاريت منها two ايه two variables واحد اسمه user واحد اسمه ايه worker زي ما قلنا structure هو اجرجة ايه data type معنى كده ان انا ممكن المي فيه data types مختلفة احد ال data types اللي ممكن تتلمي فيه structures زي المسال اللي عندنا ايه في السلايد هنا انا عرفت struct اسمها point فيها اتنين integers x و y جيت بعد كده بعرف struct اسمه rectangle عرفت فيه ايه two members من نوع struct ايه point النقطة اللي فوق على الشمال والنقطة اللي تحتة على ايه على ايه حجم structure حجم structure هو عبارة عن ايه هو لازم بيكون اكبر من او يساوي مجموع احجام الممبرز اللي جوه structure دي طب ليه اكبر من مش بيساوي بس لان ال hardware machines ممكن يبي فيها بعض features زي ايه زي alignment في بعض المشين بت access memory in an aligned way وفي بعض المشين بت access memory un aligned يريد تدور على الفرق بين aligned machine و un aligned machine في بعض features بتحصل في structure زي padding عشان ي support موضوع الايه ال alignment فتلاقي حجم structure في الاخر اكبر من حجم الممبرز اللي ايه اللي جوه دي بتدي issues في ايه مثلا لو واحد بيكتب software library كتبها على architecture جاء تتنقل على architecture تانية ممكن تلاقي software library دي بيحصل فيها ايه انها مش شغلة مزبوط او في بعض pre compiled a files اللي انت تيجي تستخدمها وتلنك عليها تلاقي ليه وتخيل ان الحاجة structure لها حجم وهو يليها حجم ايه تاني او بتأثر في حاجات زي عليها single in structure and multiple data في الحاجات اللي فيها ايه vector operations اوكي الممبرز can be explicitly lined or padded using compiler ايه ايه لحصن الحظ في بعض الkeywords وال extensions للcompiler اللي بتخلي لو استخدمتها بتخليك تتلافع ايه مشاكل ال alignment او ال padding الفيتشر ده بيسموه الباكينج دايما بيخلوا حجم هو بيساوي حجم اللي ايه اللي فيها ياريت الناس تدور يعني ايه كلمة باكينج وازاي ممكن تعمل على الكمبيلر اللي انت شغال فيه لو بيساورت حاجة زي ايه زي كده ده لو نعمل بسيط كده عندي دي ملايش اس زي ما احنا شايفين عايز نعرف حجمها الكار عادة في الاركتكتشا زي التمانين ستة وتمانين حجم وان بايت والانت حاجم ارباعي طيب يبقى الستراكتشار دي من خمسة بايتس لحد يعني الصيز الاقل بتاعها ايه خمسة بايتس طيب الماكسمم يبقى كام لو هيعمل اللايمنت وبادنج للكاراكتر ده اخره يبادو بتلاتة ايه بتلاتة بايتس فساعتها هيبقى الحجم اخره تمانية ايه تمانية بايتس